اه! اه! السلام عليكم و ارجعتكم في حلقة جديدة و وان طباحات وان بيس لذلك خلونا نبدأ فريق الاثارة ..والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق طبعا اليوم المفوض انما في حلقة لكن مستحيل خليكم بدون حلقة شفنا حلقة تسعمائة وثمانية لكن انا بيأكلمكم عن حلقة تسعمائة وسبعة اللي الكيل يقول عنها فلر فلر جناي الحلقة ما كانت فلر يا أصحابي قبل لنبدأ خلوني أشعر لكم شيء مهم الفلر هو الشيء اللي تخطى بين حدثين وعيسيين وهو شيء إما يكون من الكاتب أو من السيديو لكنه لم يظهر في المانجا ليش؟ لتطويل الحدث في فلر يسمونه كانون كانون فلر وهو حشو حط الكاتب في حدث لإطالته لكنه مهم للقصة ومثل كانون فلر شيء صار في حدث لوغ تاون الكاتب أضاف التحدي اللي بين أسوب والقناص منافسه بوه هذا الشيء ما ظهر في المانجا لكنه يسمى حدث رئيسي فلر حدث رئيسي فلر كانون نان كانون فلر وهو حدث يعني يعتبر غير رئيسي هو مثلا لما يقول لك أن لوفي كان هنا لوفي انتقل هنا مثلا لما لوفي أخذ بولي على كاتف وقام يقفز بها من جهه إلى جهه في حدث البقم بعدين نحاشت من الحبيب بعدين نجع ربطها لأن لوفي أول ما أخذ بولي ما كانت مربطها بعدين شوفوها في المانجا مربطها كيف انتقلت الصورة منها ما كانت مربطة إلى أنها كانت مربطة هنا لازم فلر غير نان كانون يقدر يضع محرر يقدر يضع منتج بس مهم أول شيء إطالة الحلقات والشيثة عشان تعرف ليش ما كانت مربطة هنا صارت مربطة هنا أيضا من الفلرات الكانون الشايب اللي درب لوفي وأيس وسابو في ذكرياتهم هذا ما ظهر في المانجا لكن هذا الشايب عنده هكي وهكي ملكي فهذا فلر من الكاتب لأنه مهم لتعرف كيف تطوره الحين نجي شرحنا الفلر انه نوعين كانون ونان كانون فهي شي يسمونها سايد ستوري السايد ستوري هي مسمى في ون بيس أغلفة المانجا هي قصة مثلا انه بعد ما هزمه لوفي وين راح روب لوتشي بعد ما هزمه لوفي في ووتر سيفن وين راح وش سوه عشان يرجع يصير قائد على السي بي زير هاي يسمونها سايد ستوري قصص جانبية وعندنا اللي احنا شفناها هذي أوريجينال ستوري أو زي ما نقول قصة البداية لوين بيس قبل يكون في شي اسمه وين بيس كان في شي اسمه رومانس داون ثلاث مجلدات سواها الكاتب باسم رومانس داون وبعدها دخل الى وين بيس مع ذلك سوا رومانس داون ثلاث مجلدات وسوا وونتد وسوا مونستر جمعهم كلهم في قطعة واحدة وين بيس وبدأ يشد كل منهم لحظات فهذه حلقة خاصة وليست فرر حلقة خاصة ومهمة لان منها بدأت بناء وين بيس كان يجيني سؤال في البيتو قبل لو قرب كان قرصان هل كان لوفي بوافق لكون قرصان قلت لا بناء على ان شفتها في فرومانس داون قرب كان قرصان ولوفي كان يعاندها فلوفي كان بعاند قرب وأكدها الكاتب الحمد لله لان مجلدات فرومانس داون نادرة ولو لقيتها فلقها باللغة اليابانية القصة الرئيسية يعني ان هناك الناس يسمونه بيسمينز لمنهم قرب وفي القواصنة أتنسيت كده أسميهم لوفي ولوبي يسمى من البيسمينز القواصنة اليهجمون على القواصنة الآخرين يسرقون السارقين يسرقون الأغنياء يسرقون الفاسدين وينشرون السلام البيسمينز في بداية شيء وان بيس كانت نامي هي القوصانة الي تحارب القواصنة تبتحرك قريتها من أولنغ وتسرق القواصنة الآخرين فكانت نامي البيس مينز وقتها بس ما كانت ملقبة بكذا بس يعني مبنية من القصة فالقصة رومانس داون اللي سواها أودا اللي أعطت القبة على اللوبي كان قرب وكان قرصان عظيم راح اللوبي في رحلتها الأولى وقابل آن وأنا تكلمت عن قرصان آن اللي هي آن بوني وقلت لهم أن أطلع منها قراصنا كثير في ون بيس هذه آن مأخوذة من آن بوني لكن وطلع من بينها الجولاري بوني بعدين لكن في ون بيس آن هذه قسمت إلى ثلاث فتيات الفتاة الأولى حسب مظهر آن هي أخت نامي هي اللي أخذت مظهر آن ثانيا قصة آن قسمت إلى ثلاث فتيات هم نامي صاعدة في القراصنة اللي من البيس مينز اثنين بيبي اللي في عارباستا ثلاثة أيضا مشابهة لقصة ريبكا نامي فيفي وربكا ريبكا عندها الأقزام أصدقائها فيفي عندها صديقها اللي هو البطة كان مشابه لهذا البومة أو اللي عشق الباندا اللي مع آن وأيضا المهارج اللي قابله لوفي في البداية فيه تشابه كبير بينه وبين باقي العموم لوفي أكل فاكهة الشيطان اللي جابها جده وكان ناوي يبيعها هنا نعف شكال ناوي شانكس يسوي في فاكهة القومو قومو كان ناوي يبيعها ويكسب منها لأنها مبنية قصة على بعض وبعد ما تكلم لوفي أثار رغبة جده أثاره في تدريبه في تعليمه في تقويته مثل ما أثار إعجاب شانكس رحل لوفي إلى البحر وفي القصتين نفسهم بس طريقة ترحيله كانت أفضل كمواجهة لكن كأقل درامية من اللي شفناه في ومبيس اللي كاتب بدي يشبك لأن عندنا نامي مأخوذها من آن اللي قابلها لوفي في رومانس داون في المجلد الثاني من رومانس داون لوفي ممكن يقابل شانكس ويعتبرون من البيس مينز يقابلهم لوفي في المجلد الثاني وهالشي رح يرفع أمانه في القرصنة زور اللي قابلها لوفي في ومبيس هذا مأخوذ من القصة الثانية اللي مسويها أودا اللي اسمها مونستر وفي قصة اسمها وانتد زور مقتبس من ريوما السامراي في قصة مونستر الخاصة بأودا لما تكتب مونستر وتدور عليه وحتى تطلع لك مونستر منغا اللي سواها مادهاوس وهذه ما لها علاقة في ومبيس في قصة صغيرة اسمها اكتب أودا رومانس داون مونستر أو أودا وانشوت مونستر ممكن تلقاها وتعرف قصة ريوما اللي يقتبس منه زورو حدث وانو وريوما مأخذين من منغا اسمها مونستر ومسويها أودا التنانية السماوية مأخذين من منغا اسمها وانتد ومسويها أودا ومنها طلعت لنا قصصات المطلوبين هذا هو اللي صار في حلقة سامير 7 ما في شيء أكثر يقارع حلقة سامير 7 غير أن نحن عشنا معها متعة جميلة عشنا معها قصة حلوة لكن هذه قصة البداية التي لم تروى من وان بيس على العموم أنا حبيت أن أعطيكم شيء بسيط بما أن اليوم ما في حلقة وان بيس هذا كل ما أقدر أقول لكم عن الوانشوت من حلقة 907 رومانس داون أتمنى أنهم يكملون القصة الجميلة بيعاف شانكس في رومانس داون أنا نفسي بيعاف شنو أصال في لقاء لوفيو شانكس ما أنا بلاقي لقيت لوفيو قال بس ما لقيت لوفيو شانكس أتمنى أن أشوف القصة هذه ونستمتع فيها سوف ونها يقولوا معي سبحانك الله ما بحمدك أشهد أن لا إله الأن تستطيع فكرتوا بإليك لنسوا نشراك في القناة اللايك والشير نشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر